اشتركوا في القناة والحاجة التالتة هي البقر والجموس اللي هو معروف عندنا في مصر وفي غيره دي تلات انواع اسمها الانعام طيب هل كل الانعام خاضعة للزكاة ولا لها شوية شروط عشان تخضع للنوع المتخصص من الزكاة ده لا هي لها شوية شروط الشرط الاولاني انها تكون سائمة يعني سائمة يعني بطرعة كده في الكلق ماشي في الصحراء عمالة بتاكل لوحدها ومش بتتكلف خالص في موضوع الاكل الحاجة التانية انها تكون مقتنية بغرض النسل والضر يعني بتجيب لبن وتولد وكده مش مقصود بها انها بنيت الحرث انها تحرص الارض يعني او بنيت التجار طيب واحد يقول لي طيب معلش شوية الموضوع ده موجود في ان ده ممكن يكون موجود في البدوة او يكون موجود مع العرب او ما يكونش موجود اصلا في مصر ماشي بس احنا بنقول يعني ايه كلمة زكاة انعام واحد يقول لي طيب خلاص احنا كده مش هنزكي بقى زكاة انعام مش هنزكي زكاة انعام بس ده مش هنخليها تخرج من زكاة التجارة او عروض التجارة او عروض المستغلات زي ما هنجي نتكلم بعد كده طيب خلينا نكمل زكاة الانعام احنا قلنا الانواع بتاعتها وقلنا شروطها تعالوا نتكلم على النصاب بتاعها نصاب زكاة الانعام ايه اول حاجة في النصاب زكاة الانعام ان هي القبل طيب القبل لازم تزيد عن خمس جمال او خمس ابل طيب الغنم لازم تزيد عن اربعين غنمة البقر لازم تزيد عن 30 بقرة تخيل دي لازم تزيد عن الأرقام دي عشان نبدأ ندخل في جدول زكاة الأنعام طبعا الجدول مشهور موجودة على وجوجل ممكن تبحث عليه لأنه فيه تفاصيل كتير بس احنا بنقول أنه لازم الحد الأدنى عشان أبدأ أشتغل على زكاة الأنعام أنها تكون بدأت بالأرقام دي ثاني القبل أكتر من 5 الغنم أكتر من 40 البقر أكتر من 30 طيب تعالوا نروح للحاول هل الأنعام حاول؟ الحاول بتاعها هو سنة هجرية عالية ما فيش أي فيه خلاف ولا فيه أي مشكلة يبقى احنا كده عرفنا شروطها وعرفنا النصاب بتاعها وعرفنا أنواعها وعرفنا الحاول بتاعها طيب تعالوا بقى نتكلم لو الأنعام خرجت بره الشروط دي هل هنتعامل معها لأن هي نوع تاني من أنواع الزكاوات؟ آه لو أنا جايب الأنعام دي سواء كان البقر أو الغنم أو غيره جايبه عشان خاطر بغرض استخدام آخر استخدام آخر يعني أنا جايب مثلا البقر عشان أحرث بها الأرض جايب مثلا الجمل عشان أن أنا أنقل به البضايع بتاعتي كده بقى نوع من أنواع العروض وبناء عليه هياخد أحكام العروض لو تفتكروا بقت أنواع العروض يا إما عروض بغرض القنية الاقتناء الشخصي يعني أو الاستخدام في غرض المشروع وبالتالي ليس عليه زكاة يا إما أن أنا جايب الجمال دي عشان أتجارها للحرث أو عشان يجيلي منها دخل يعني وبقت عروض مستغلات فالناتج منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحاول في زكاة يا إما تزكى عروض تجارة لو أنا جايبها بغرض البيع والشراء تزكى عروض تجارة إزاي؟ يعني أجي في تاريخ الحاول وأشوف أنا عندي كام بقرة عندي كام غنم عندي كام ماعز وأجمعهم كلهم وأقيمهم بقيمتهم السوقية وتزكى بقيمتها السوقية في تاريخ الحاول اللي هو ثمن البيع واحد يقول لي طيب أنا عندي طول السنة مثلا عندي 20 أو 30 بقرة بغرض التجارة وجات قبل الحاول وبقرة منهم خلفته بقوا 31 أو 32 هل الزكاة هيكون على الثلاثين وثلاثين ولا على الثلاثين اللي بدأت بيوم الحاول لا على الثلاثين ودي مسألة احنا اتكلمنا فيها قبل كده في الحلقات اللي فاتت اسمها زكاة المال المستفاد واللي هتزكى زكاة أصلها يعني البنت أو المولود اللي طلع ده هيزكى زكاة أمه وبالتالي هيزكى في نهاية الحاول بالاثنين وثلاثين بقرة أو الثلاثين غنمة أو أين كانوا هنبص طبعا العدد بتاعهم نما هنبص لنصاب جديد اسمه نصاب الأوراق النقدية أو نصاب عروض التجارة اللي احنا اخذنا قبل كده اللي هو حوالي 85 جرام دهب أيار 24 يعني بمعنى ان لما تيجي تقيم البقر وتقيم الغنم وتقيم الإبل اللي عندك لازم النصاب بتاعها يتخطى قيمة 85 جرام دهب أيار 24 في تاريخ الحاول والزكاة بتاعتها هنا هتبقى زكاة نقدية يعني هتطلع فلوس مش زي زكاة الأنعام هتطلع من عين النوع أو من عين البقر أو من عين الإبل أو من عين الغنم زي الجدوى اللي احنا قلنا لازم تبحث عنه يا رب أكون قدرت أن أنا لخص موضوع زكاة الأنعام باختصار أكيد الموضوع في تفاصيل إن شاء الله نبقى نتكلم فيها بعد كده وشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته